السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكل متابعين قناة السندوء الأسود في كل مكان يارب دايما تكونوا بخير في فيديو النهاردة هنتكلم عن رد فعل محمد رمضان في برنامج رامز عقل وطار وعقاب قوي لرامز جلال بس قبل ما نكمل الفيديو انزل بسرعة اعمل لايك للفيديو عايزين نوصل الفيديو ده الالف لايك وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس علشان يصلك كل جديد رامز جلال صور حلقة مع محمد رمضان ولكن ايه السبب اللي خلاها ما تنزعش في قناة مي بي سي هنشاهد الحلقة مع بعض بس ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة علشان توصلك فيديوهاتنا لحد عندك رامز عقل وطار هو برنامج رامز جلال في موسم رمضان السنة دي وفي ناس كتير اتهمت رامز جلال بانه مجنون فعلا وعقل وطار وانه مكانه الحقيقي هو مستشفى الامراض العقلية بس برغم كل الكلام ده لكن رامز جلال لم يتأثر بالكلام ده ولا فارق معاه ادارة مي بي سي قررت تعمل شيء مختلف تماما السنة دي قررت مي بي سي انها تخاطر السنة دي وتسيب اخر 3 حلقات بدون اي تسجيل يعني باختصار برنامج رامز عقل وطار تم تصوير 27 حلقة فقط و3 حلقات لسه هيتم تصويرهم خلال شهر رمضان في ناس كتير مش فهمة قناة امي بي سي عملت كده ليه وايه السبب اللي خلها ما تصورش الثلاث حلقات ويتم تصويرهم في شهر رمضان ليه ما تمش تصويرهم دفعة واحدة امي بي سي لما قررت تعمل كده كان هدفها الوحيد والاساسي ان الثلاث حلقات البقيين هيتم تصويرهم مع النجوم ما تمش التصوير معاهم وعلشان تقدر تحدد وتعرف مين هم اكتر 3 نجوم والجمهور هيكون مستني انه يشوف حلقته كان لازم موسم رمضان يبدأ والنجم اللي هيحقق اعلى نسبة مشاهدة في المسلسل بتاعه او النجم اللي هيظهر فجأة على السحة الاعلامية هو ده النجم اللي بجد الناس هتبقى مستني انه هيتشوفه مع رامز جلال واول نجم واقع عليه الاختيار في الثلاث حلقات اللي ما لسه ما تسجلوش هو الفنان محمد رمضان كلنا عارفين ان الفنان محمد رمضان فنان عليه جدل كبير جدا بسبب انه دايما بيقول على نفسه نومبر ون وفيه ناس كتير جدا عملت مقاطعة ضده وضد اعماله ومسلسلاته وافلامه ولكن هو مهمهوش وكمل وفيه ناس كتير جدا معاه وبتحبه يطرى بقى محمد رمضان هيعمل ايه في برنامج رامز عقله طار ويطرى الناس هتبقى مستنية فعلا ان هي تشوف الحلقة بتاعته ولا هي مش طيقه بس الغريب ان لما قنات امي بي سي عملت تصويت على حلقة محمد رمضان كان فيه تفاعل شديد جدا عليها وفيه ناس كتير جدا مستنية انها تشوف الحلقة دي وتشوف هيتصرف ازاي مع رامز جلال في برنامج رامز عقله طار اكيد كلنا شوفنا محمد رمضان في برنامج رامز وكل الجو وكان ساعتها رد فعل صادم جدا بالنسبة للناس بس المرة دي الوضع هيبقى مختلف وهنشوف رامز جلال هيقدر يستفز محمد رمضان في انه يتعصب ويغلط ولا ولا لا ولا محمد رمضان هيحافظ على مظهره ويفضل يتكلم بشكل كويس كل الاخبار والمؤشرات بتقول ان محمد رمضان هيرفض ان يتم تصوير هذا النوع من الحلقات بس اللي اكدته فعلا قسم المالية في قناة ان بي سي انهم فعلا بيعرفوا ازاي يجيبوا الضيف طالما الضيف نجم ومشهور فاكيد هيدفعوا له فلوس كتير جدا كل الناس قدام الفلوس بتضعف ولما برنامج رامز عقل طار بيحقق اعلى نسبة مشاهدة فعلشان كده اجور الفنانين اللي بتكون موجودة بتكون عالية جدا وكل النجوم والفنانين هدفها الوحيد انها تجمع صروة كبيرة في وقت قصير جدا وما فيش اكتر من برنامج رامز عقل طار بيدي فلوس في الحلقة والحلقة بتكون اقل من ساعة الجميل في الموضوع ان فيه اخبار مؤكدة ان محمد رمضان بالفعل تم تصوير حلقة معاه بس الاخبار اللي مش حلوة ان محمد رمضان رافض ان يزيع هذه الحلقة وده بسبب المقدمة اللي قالها رامز جلال في بداية الحلقة محمد رمضان مش حابب ان رامز جلال يتريأ عليه او يصخر منه ومن اعماله ورامز جلال للأسف الشديد دايما في كل مقدمة بيهين ضيوفه بشكل قاسي جدا وبالنسبة لادارة امي بي سي عرضوا على محمد رمضان في الحالة او في حالة ان وافق عرضوا عليه مبلغ خمسة مليون جنيه وستمائة الف ومن المقرر ان المفاوضات بين محمد رمضان وادارة امي بي سي هيتم الحسم فيها خلال هذا الاسبوع ومن المؤكد ان القناة هيتم هتتم اذاعة الحلقة على قناة امي بي سي في اخر شهر رمضان طبعا كلنا هنكون مستنيين نشوف الحلقة دي ونشوف محمد رمضان هيعمل ايه مع رامز جلال في برنامج رامز عقلو طار جريد تقولونا تعليقاتكم في كومنت وما تنساش تعمل سابسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس علشان يصلك كل جديد لحد عندك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته